تراجع ملحوظ سجله تقرير بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي حيث بلغ الانخفاض نسبة 1.3 و 2.4% من أسعار الأصول العقارية وحجم المعاملات وذلك خلال الفصل الأخير من سنة 2017 من 2017 قريبا من نصف 2017 إلى يومنا هذا لا يوجد هناك 20 خفاض يذكر في أسمانات العقار بل هناك استقرار في الأهل الأتمينة فيما يخص المؤشيرات المستقبال المؤشيرات المستقبال كان لحظه انخفاض في عدد الأوراش المرخصة وكان لحظه كذلك خفاض في المنتوج للأسمنت وهذا مؤشر قوي أن المصانع للأسمنت تشتغل بـ 70% تقديرها ورغم ذلك عدد الإنتاج للأسمنت كان خافض التقرير نفسه أوضح انخفاض أسعار الإقامات السكانية بنسبة 1.7% والبقع الأرضية بنسبة 1.2% في حين أسعار المحلات التجارية ارتفعت بنسبة قدرت بـ 3.4% مؤشرات اقتصادية متفاوثة أدت بشكل تلقائي إلى تراجع المبيعات على مستوى الإقامات السكانية بنسبة 8.6% العقار من 2008 إلى يومنا هذا عرف واحد تراجع واحد العدد كبير ديال الشقاق وديال البنايات لم يتم بيعها والتدخول ديال القطاع البنكي كان جد فاعل على الاعتبار أن تخفض القروض ساهم بشكل كبير خاصة سنة 2017 اللي كانت لفائدة المقتنج للبنايات ساهم بش يرتفع العدد ديال المبيعات وبش المقاولين يمكن لهم يبيعوا العقارات ديالهم على العموم فإن أسعار العقارات سجلت انخفاضا طفيفا راجع بالأساس لتغير بعض أسعار مواد البناء كالإسمنت إلى جانب تسجيل نمو في أسعار الأصول العقارية التجارية أمام استقرار الإقامات السكانية موسيقى موسيقى